سيتوموسيف هي وجدة عقوق من الوالدين ومن الوالد وهي دلوقت قبل سيتوموسيف بتتكلم عن ان هي التبرعات معزرة فبتقول انه هي التبرعات بتجيلها فلما بتجيلها التبرعات دي كانت على طول بتنفق فيه تجهيز العرايس وفي نفس الوقت ان هي بتسد حاجة المحتاج من اكل وشرب واجار فبتقول ان هي صاحبتها اللي مسكى هذا الامر الزوج حصل معا تعصر فيه العمل فهي دلوقتي بدأت تاخد على قدر الحاجة اللي تأكلهم تشربهم وكتب كل ده الى ان يجد العمل الاصل في التبرع سيتوموسيف ان يكون على نية صاحبة يعني انا النهار ده بعلن اني كمكان بتلقى تبرعات او انا واحدة مشهورة معلومة باني امينة واني انا نية صاحب التبرع او ان انا بعلن ان المكان ده بيجهز البنات بيطعم المحتاج بيدفع الايجار يبقى اللي جاي عارف انه هيعمل كده او انه يسد الحاجات احتياج الناس العاجل يبقى المفترض اني اقتصر في اللي انا بانفقه من الامانات اللي بين ايدي على نية المتبرع ولا تتحول اللي قائمة على هذه الامانات عن هذه النية الا باعلام المتبرع طيب باعلام المتبرع طيب انا هتأحرج اروح اقول له ان انا اصبحت من اهل الحاجة على الاقل بأؤكد على اللي بيتبرعوا حتى من دون ذكر اسمي يا جماعة انا انا بياخد لكن عندي اسر وتوصفي وضعك لكن هم مش عايزين يعرفوا نفسهم محتاجين كذا وكذا وكذا ما تجيزوا من هذا المال فباخد اذ المتبرع من غير ما تقول اسمها كما انه عايز ا اكد على نقطة مهمة انه لا يجوز اقتراد اموال التبرعات الا بعلم صاحبة انا النهار ده فيه امانات وانا مش اهل حاجة وعايز اقترد الاموال دي ارجع لاصحابها للاقتراد اما لو انا اصبحت من اهل الحاجة واننا محتاجة هذه الاموال يبقى انا بعرفهم بس انها مش هتروح لستر العرائس هي رايحة تأكل وتشرب من باب التأكيد في اسرة وضعها كذا وكذا وكذا وتوصي في الحال وياخد الانسان على قد ما يسد به الضرورة بتاعته دي مع الاستئدان من المتبرع حتى ولو لم تذكر الاسم ولا مانع برضو ان حضرتك تطلبي لنفسك شيء بعلم اصحاب الاموال اللي هو القائمين عليها يعني ان انت اعتقد اذن منهم يدوكي بعض من هذا المال لادارة هذه التبرعات انا بس بقولك اكثر من خيار ليه تبلغي ليه صديقتك يا سيطة امو سيف ترجمة نانسي قنقر